في الساعات الأولى من صباح يوم لتنين 17 يوليو 2023 القوات الخاصة والبحرية الأوكرانية ضربت جسر القارم اللي بيربط بين شبه جزيرة القارم وما بين روسيا ودي تاني مرة الأوكرانيين يضربوا فيها الجسر اللي الرئيس الروس فلاديمير بوتين افتتحوا بنفسه في 2018 الروس طبعاً ماسكتوش وضربوا أوكرانيا بصاريك روز وفي نفس الوقت أعلنوا بعد ساعات من الضربة الأوكرانية إنهم حينسحبوا من اتفاعية الحبوب اللي بيتم بمجابها شحن الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر الأسود وده طبعاً كان خبر سيء جد مش بالنسبة لأوكرانيا بس وإنما للعالم كله دول كتير حوالينا العالم من ضمنها دول عربية استفادت بشكل كبير من اتفاقية الحبوب لأنها ضمنت تواجد ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية في السوق وده قلل جداً أسعار الغزاء اللي وصلت السنة اللي فاتت لمستوات قياسية الوضع دلوقت يتغير انسحاب روسيا من الاتفاقية معناً إن محدش هيقدر يقرب من أي مينا أوكراني موجود على البحر الأسود علشان يحمل حبوب وزارة الدفاع الروسية حذرت بشكل واضح من إن السفينة اللي هتقرب من ميال بحر الأسود هتعرض نفسها لإنها ممكن تبقى هدف عسكري رئيس الأوكراني على ناحية التانية بيقول إحنا مش خايفين وعندنا استعداد نشحن الحبوب بدون ضمانات أمنية من روسيا ولكن دي طبعاً مخاطرة كبيرة لأن الأمريكان حذروا مؤخراً من إن روسيا زرعت ألغام بحرية جديدة في البحر الأسود المهم تطورات دي انعكست بسرعة لأسعار الغذاء العالمية ولو الأزمة طولت أكتر من كده الأسعار حتزيد أكتر وده لأن أوكرانيا مش منتج صغير إحنا بنتكلم على بلد رغم مقاس الحرب لا تزال واحدة من أكبر منتج الحبوب والبزور الزيتية في العالم حالياً الروس بيقولوا إحنا معندناش مانع إننا نرجع تاني نشارك في الاتفاقية لكن بشروط؟ إيه هي شروط الروس؟ وليه الأزمة تعقدت بالشكل ده؟ وإزاي ممكن تتحل؟ ولو ما تحلتش؟ إيه هي الحلول البديلة؟ ومين هي أكتر الدول المتضررة من انهيار الاتفاقية؟ ده جزء من اللي حضرتش فيه مع بعض في حلقة النهاردة أنا أشرف إبراهيم للمخبر الاقتصادي بلس في سنة 1979 كاتب الأمريكي دان مورجن نشر كتابه الشهير في الكتاب ده مورجن قال إن الحبوب هي المورد الوحيد في العالم اللي يمكن اعتباره أكثر مركزية من النفط في قيام الحضارة الحديثة العبارة دي لجنة طبعة للكونجرس الأمريكي أعادت التأكيد عليها مرة تانية في 2009 بعد خلفية ارتفاع أسعار الأمر في 2008 لمستوات قياسية من الآخر كده مفيش حضارة ولا حياة على وجه الأرض بدون الحبوب وده شيء أظن كلنا كنا شاهدين عليه واختبرناه بنفسنا السنة اللي فاتت في أواخر فبراير 2022 القوات الروسية دخلت الأراضة الأوكرانية علشان تبدأ الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة لحد النهاردة واللي شقلبت أحوال البلدين والعالم كله من وراهه روسيا وأوكرانيا نزلوا ضرب في بعض من البر والبحر والجو وده كان أحد نتائجه المباشرة والفورية هو خروجهم إلى حد كبير من سوق الحبوب العالمي ودي طبعاً كانت كارثة بالنسبة للعالم لأن البلدين كانوا من أكبر منتج الحبوب والبزور الزيتية على مستوى العالم على سبيل المثال تلت تجارة الأمح في العالم كان مصدرها روسيا أوكرانيا المهم الكارثة دي كانت واضحة بشكل كبير في مستويات الأسعار الجنونية اللي وصلت لها أسعار الحبوب في مارس 2022 سعر الأمح تجاوز لـ 12 دولار للبوشل الواحد وده كان أعلى مستوى ليه في التاريخ العالم عمره ما شاف السعر ده قبل كده يكفي أنك تعرف أن قبل الحرب بشهرين في بداية 2022 بوشيل الأمح كان بيدور في فلك السبع دولار ارتفاع أسعار الأمح والحبوب بشكل عامل المستويات القياسية دي أثر بشكل سلبي على قدرة كتير من دول العالم وبالأخص الدول الفقيرة على تأمين احتياجاتها من الغزاء دول كتير خصوصاً الدول الإفريقية الفقيرة كانت بتواجه خطر المجاعة حرفية على الجهة التانية بقى أوكرانيا كانت متضررة بشكل كبير من الأزمة لأن الحرب والضرب المتبادل ساهم في محاصرة ملايين الأطنان من الحبوب في الموانئ الأوكرانية اللي كان الروس محاصرينها من كل ناحية في منتصف 2022 الموانئ الأوكرانية كان فيها 25 مليون طن من الحبوب أوكرانيا مش عارفة تصدرهم أو تحركهم من مكانهم لأن سفن الشح لا عارفة تدخل ولا تخرج من الموانئ الأوكرانية في ظل حققتين مهمين أولاً روسيا كانت زرعة ألغان بحرية في البحر الأسو ثانياً بقى الروس ما كانوش مدين الأمان للسفن دي فوارد جداً أي سفينة تلاقي نفسها مضروبة بتوربيد أو صاروخ الخلاصة الوضع كان سيء بالنسبة للكل وكان لازم العالم يلاقي حل المشكلة دي حل يخل كل الأطراف تتخانق بعيد عن الحبوب وتخرجها خالص بره العركة اللي شغالها بحيث أسعار الغذاء العالمية تهدى والعالم ما يتورطش في مجاعة ده كان هو الدفع الرئيسي وراء اتفاقية أو مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب اللي تم الاتفاق عليها بالروسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والقوة المتحدة بعد حوالي خمس شهور من انطلاق الحرب وتحديداً في 22 يوليو 2022 الاتفاقية دي فكرتها بسيطة جد قال لك إحنا حناعمل مركز تنسيق مشترك في اسطنبول المركز ده حيتواجد فيه ممثلين على روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة ومهمته كالتالي الدول أو الشركات اللي عاوزة تشتري حبوب من أوكرانيا السفن بتاعتها هتعدي الأول على مركز التنسيق المشترك في اسطنبول بحيث تتفتش هناك من ممثلين عن الدول التلاتة ومعاهم الأمم المتحدة علشان يتأكدوا إن السفن دي فاضية ومشايلة سلاح مثلاً بعد كده السفن دي هتتحرك من اسطنبول في اتجاه واحد من ثلاث مواني في أوكرانيا موودين على البحر الأسود هم أوديسة وتشورنومورسك ويوجني السفن دي بعد ما تحمل الحبوب من هناك هترجع تاني تعدي على مركز التنسيق المشترك بحيث تتفتش مرة تانية وبعدين كل سفينة تنطلق وتروح وجهتها النهائية طبعاً في الرايحة والجاية خصوصاً في البحر الأسود الروس كانوا بيرشدوا السفن دي بحيث تتجنب الألغام اللي زرعانها وتتحرك في ممر قام المهم بمجاب المبادرة دي السفن التجارية بدأت تغادر بحمولتها المواني الأوكرانية الثلاثة اعتباراً من 1 أغسطس 2022 على نهاية الشهر خرج من المواني الأوكرانية أكتر من 100 سفينة محملين بأكتر من مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية والأسمادة خروج الكميات دي للأسواق العالمية ساهم في انخفاض وتهداءة أسعار الغذاء لمستوات قريبة من مستوات قبل الحرب الاتفاقية في البداية كانت مدتها 120 يوم يعني 4 شهور تقريباً ينتهوا في نوفمبر من نفس السنة قبل ما الأربع شهور ينتهوا بأسابيع قليلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرب كرسي في القلوب في 29 أكتوبر روسيا أعلنت انسحابها من الاتفاقية ولكنها رجعت في كلامها بعدها بأيام قليلة وانضمت تاني للاتفاقية بعد ما قالت إنها حصلت على تأكيدات مكتوبة بإن أوكرانيا مش هتستخدم الممر الآمن ده في عنشطة عسكرية بعد رجوع روسيا وقبل يومين 2 من انتهاء المية وعشرين يوم الأطراف الأربع اتفقوا في 17 نوفمبر 2022 على تجديدها لمدة 120 يوم كمان الفترة دي انتهت في مارس 2023 وبنهاية الفترة دي أوكرانيا كانت قدرت تصدر أكتر من 25 مليون طن متري ده فاد أوكرانيا من ناحية وفاد العالم كله من ناحية تانية لإن دخول الكنيات دي ساهم في انخفاض أسعار الغذاء العالمية وهنا حد حيسق هي روسيا استفادت إيم الاتفاقية في الحقيقة استفادت روسيا نقدر نقول إنها كانت معنوية إلى حد كبير روسيا ما كانتش عاوزة العالم يشوفها في صورة الشيطان اللي بيتسبب في رفع أسعار الغذاء من خلال إصرارها على محاصرة الحبوب في المواني الأوكرانية الاستفادة المعنوية دي كانت مهمة جداً بلا شك بالنسبة للروس ولكن في مرحلة ما ما بقتش كفاية ومن هنا ظهر تمالمه للروس من الاتفاقية دي في مارس 2023 لما التجديد الثاني للاتفاقية انتهى الروس صمموا إن التجديد الثالث بيبقى ستين يوم بس مش مية وعشرين يوم ده بيخلي الأطراف المشاركة في الاتفاقية تقعد كل شهرين تتحيل على روسيا علشان تجدد التزامها بمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب المهم الستين يوم انتهوا في مايو 2023 الروس جددوا مشاركتهم للمرة الثالثة وبرضو صمموا إن التجديد مايكونش عمره أكتر من ستين يوم ينتهوا في 19 يوليو قبل التاريخ ده بيومين أوكرانيا ضربت جسر جزيرة القرم اللي بيربط بين جزيرة القرم وروسيا للمرة الثانية من ساعة بداية الحرب الدربة تمت في الغالب باستخدام قوارب مصيارة الروس ردوا من خلال ضرب السواحل الأوكرانية وتحديداً ضربوا اتنين من المواني الثالثة اللي أوكرانيا بتستخدمهم في تصدير الحبوب ضربوا أودسا وتشورنومورسك في ميناء تشورنومورسك الضرب الروسي تسبب في تدمير صوامع ومنشآت التخزين وحرق 60 ألف طن من الحبوب بالتوازي مع الرد العسكري طلع المتحدث باسم الكريم من ديمتري بيسكوف أعلن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وقال قرار الانسحاب مانوش علاقة بالهجوم اللي حصل من كم ساعة إحنا بننسحب لأن الاتفاقيات المتعلقة بروسيا في المبادرة دي ما تمش الالتزام بيها أو تنفذها بعدها بيومين وتحديداً يوم الأربع الموافق 19 يوليو اللي هو آخر يوم في عمر التجديد الأخير طلعت وزارة الدفاع الروسية وقالت بكل وضوح إحنا اعتباراً من النهاردة هنتعامل مع أي سفينة متجهة ناحية المواني الأوكرانية على إن في احتمال إنها شايلة شوحنات عسكرية يعني من الآخر كده دمها حلال على الناحية التانية وزارة الدفاع الأوكرانية رد التاني يوم على طول وقالت إنها حتعتبر أي سفينة متجهة ناحية المواني الروسية أو المواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود المحتلة من قبل روسيا على إنها برضو احتمال تكون شايلة شوحنات عسكرية وبالتالي ممكن يضربوها عادي الروس بقى علشان يأكدوا إنهم بيتكلموا جد ومش بيهزروا عمل يوم 21 يوليو تدريبات بالزخيرة الحية في شمال غرب البحر الأسود نفزوا فيه إطلاق حي لصاريخ كروز المضادة للصف أظن الرسالة واضحة بالشكل ده اتفاقية الحبوب ماتت إكلينيكياً على الأقل في الوقت الحالي وده خبر سيء في الحقيقة بالنسبة للعالم لأن المبادرة دي على مدار عمرها اللي اقترب من سنة ساهمت في تصدير ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا للعالم الكميات دي كلها لو كانت فضلة محاصرة في أوكرانيا أسعار الغذاء العالمية كانت هتبقى لا تحتمى مع الأسف في وقت تصوير الحلقة مفيش سفينة واحدة تقدر تقرب من المواني الأوكرانية الثلاثة آخر سفينة خرجت من أوكرانيا كانت السفينة تي كيو سامسون اللي كانت شايلة عالم تركياي السفينة دي خرجت من ميناء وده سيوم 16 يوليو 2023 متجهة ناحية هولندا وهي محملة بأكتر من 15 ألف طن من السلجة وحوالي 23 ألف طن من الدرة بعدها مفيش ولا سفينة خرجت من المواني الأوكرانية اتقفلت بالضبة والمفتاح لأن الطريق ما بقاش أمان وده وضع بيدر دول كتير سواء بشكل مباشر في صورة الحرمان من الحبوب الأوكرانية أو غير مباشر من خلال تحمل تبعات ارتفاع أسعار الغذاء واللي ارتفعت بالفعل بعد انهيار الاتفاقية مؤخرة قائمت أكتر الدول المتضررة من انهيار اتفاقية الحبوب بتضم دول زي الصين وإسبانيا ومصر اللي كانوا بيستوردوا كميليات كبيرة من الحبوب الأوكرانية في إطار المبادرة المنحارة مصر مثلاً استوردت أكتر من 60 شحنة معظمهم كان يبارة عن أمح ودرة وفلسوية وآخرهم كان شحنة أمح خرجت من ميناء شونومورسك يوم 19 يونيو حجمها كان 63 ألف طن لكن مصر ما كانتش الدولة العربية الوحيدة اللي بتستورد من أوكرانيا خد عندك العراق وونس والسودان والسعودية والمغرب ولبنان والجزائر والليبيا والإمارات والأردن واليمن وعمان طبعاً اعتماد كل دولة من الدول دي على الحبوب الأوكرانية بيختلف بس في الآخر كله متقص لأن حتى لو كان بعض الدول دي بتعتمد بشكل أساسي على موردين غير أوكرانيا فالموردين دول هيبيعولهم بالأسعار العالمية الحالية واللي هي زادت بالفعل بسبب الأزمة الحالية فاللي مش متأثر من الناحية دي هيتأثر من الناحية التانية يعني مش فرقة قوي انت بتشتري من أوكرانيا ولا من غيرها علشان كده استمرار الأزمة دي مش في صالح أي طرف حتى الروس نفسه وبالتالي من مصلحة الجميع إن يعاد العمل بالاتفاقية دي روسيا بتقول إنها بشكل مبدئي عندها استعداد إنها ترجع تشترك في اتفاقية الحبوب ولكن بشروط طب إيه هي الشروط دي بالزبط قال لك خد عندك أول حاجة عاوزينها هي إعادة رابط البانك الزراعي الروسي روزر كوزبانك بنظام المدفوعات الدولية سوفت والمطلب ده بالمناسبة الروس بيزنوا عليه من إبريل اللي فات المهم تاني مطلب عند الروس هو رفع القيود للدول الغربية فرضاه على عنشطة التأمين البحري وعلى واردات روسيا من قطع غيار الآلات الزراعية ثالثاً قال لك لازم تلغو العقوبات المفروضة على شركات الأسميدة الروسية وعلى الأفراد المرتبطين بالشركات دي آخر حاجة بقى علشان ما نكونش طمعين إحنا عاوزين إن خط أنابيب الأمونيا بتاعنا تولياتي أودسا اللي بيربط بين المصنع التابع لشركة تولياتي أزود في مدينة توليات الروسية وما بين أودسا الأوكرانية يرجع يشتغل تاني الخط ده اللي لم يعرفوش منكم هو أكبر خط لنقل الأمونيا في العالم الخط ده وقف في 24 فبراير 2022 بالتزامن مع بدء غزو روسيا لأوكرانيا ومن ساعتها والروس عاوزين يرجع يشتغل تاني وبيلحوا على كل الأطراف المشاركة في اتفاقية الحبوب إنهم يضمنوا تشغيل الخط ده تاني أوكرانيا ده علشان تخلي الروس يفقدوا الأمل في الخط ده أمو ضربوه في يونيو اللي فات في مدينة خراكيف الأوكرانية بس التخريب اللي حصل في الخط ده ممكن يتصلح خلال ثلاث شهور لو أوكرانيا سمحت لروسيا إنها توصل لمكان التخريب وتصلحه دي باختصار هي المطالب الرئيسية لروسيا روسيا شايفة إنها ما استفدتش حاجة من اتفاقية الحبوب وإن تحقيق المطالب دي ليها هو شيء عادل جداً لما تقارنوا مع مكاسب أوكرانيا وحلفائها من التزامها بمبادرة الحبوب السؤال بعد الوقت هل أوكرانيا وحلفائها هيستجيبوا للمطالب الروسية؟ من نسبة لأوكرانيا فالرئيس فلدي ميرزلنيسكي متبني بشكل أساس منهج التحدي ومش شايف إن في حاجة أصلاً للتفاوض مع روسيا الراجل قال ناصلاً إحنا مش خايفية أنا تكلمت مع شركات الشح وقالولي إن إحنا مستعدين نكمل في تحميل الحبوب من موانئ الأوكرانية حتى لو روسيا مش موافقة ولكن بشرط إن تركيا وأوكرانيا يكونوا موافقية ده طبعاً طوريت مباشر لتركيا تركيا كانت اللاعب الرئيسي في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا إلى جانب الأمم المتحدة ولكنها في الغالب مش هتتحدى روسيا وتبعت سفنها وأفرادها للموانئ الأوكرانية وتعرضهم للخطر علشان خطر عيون أوكرانيا خصوصاً وإنه واضح إن الروس جدين جداً في تحداده في 20 يوليو آدم حج المتحدث باسم مجلس الأمن القوم الأمريكي قال للصحفيين عندنا معلومات بتقول إن روسيا زرعت ألغام بحرية إضافية بالقرب من الموانئ الأوكرانية الكلام ده لو صحيح يبقى كده مفيش دخول ولا خروج من موانئ الأوكرانية إلا لو روسيا رجعت في كلامها ووفقت على إعادة الانضمام للاتفاقية سبب نجاح الاتفاقية على مدار السنة اللي فاتت أصلاً هو إن شركات الشح كانت بتبعت صفن بتاعتها البحر الأسود على ضمانة الأطراف المشاركة في اتفاقية الحبوب والتي تعهدت بضمان سلامة السفن دي وعدم التعرض لها وبالتالي روسيا لو ما وفقتش محدش هيقرب من السواحل الأوكرانية لو فرضنا إن فيه سفن قربت فتكلفة التأمين عليها هتبقى خزعبلية وده طبعاً هينعكس على أسعار الحبوب الأوكرانية من الآخر كده خروج روسيا من اتفاقية الحبوب هيتسبب في محاصرة جزء كبير من الحبوب الأوكرانية في موانئها أوكرانيا نظرياً تقدر تستخدم طرق برية ونهرية بديلة لموانئ البحر الأسود تنقل من خلالها الحبوب دي عن طريق جيرانها في أوروبا ولكن الطرق دي أولاً تكلفة النقل عبرها أعلى وسانياً بقى ما تقدرش تستوعب كامل الإنتاج الأوكراني من الحبوب من الآخر كده كل الطرق تؤدي إلى موسكو بدون وقوع روسيا للاتفاقية ما فيش طريقة عاملة لخروج جزء كبير من الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا حلفاء أوكرانيا فاهمين ده علشان كده بيحاولوا يدرسوا حلول وسط ممكن تلاحلح موقف روسيا وتشجعها على العودة للاتفاقية من ضمنها مثلاً اقتراح قايد الدراسة حالياً بسماح لوحدة تابعة للبنك الزراعي الروسي بالوصول لنظام سوفت الدول الغربية مش عاوزة البنك الروسي نفسه هو اللي يتربط بنظام سوفت لأنها خايفة أن الكريملين يستخدم الربط ده في إنجاز معاملات ملحاش علاقة بالزراعة علشان كده اقترحوا أن الربط مع سوفت يكون من خلال وحدة تابعة للبنك مش البنك نفسه هل ده هيكون كافي بالنسبة لروسيا؟ ده اللي هتوضحه الأيام الجاية أنا كده خلصت كلامي وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم برأيك مين هو الخاسر الأكبر لحد دلوقتي في الحرب الروسية الأوكرانية اللي بقى لها دلوقتي حوالي 17 شهر روسيا ولا أوكرانية؟ هتابعوا كل إجاباتكم في التعليقات في نهاية يا ريت لو عجبتكم الحلقة وحابين تشوفونا تاني اشتركوا في القناة واستنونا في حلقات جديدة بإذن الله صلاة اشتركوا في القناة